بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم كل مشاريعنا الدينية والاجتماعية والثقافية تفتقر إلى مبدأ حسن الإدارة ونتيجة لغياب هذا المبدأ لا نرى ثمارا ونتائج واضحة وكبيرة على مستوى مجتمعنا حسن الإدارة يعني الاعتماد على عدة عناصر العنصر الأول قراءة تجارب الآخرين عندما أريد أن أنشئ مدرسة أهلية عندما أريد أن أنشئ مشروع ثقافي عندما أريد أن أنشئ عملا دينيا تبليغيا من خلال مسجد حسينية مأتم حوزة في أي حقل من الحقول علي أن أقرأ تجارب الآخرين الذين سبقوني في هذا المجال ما هي سلبيات التجربة؟ ما هي إيجابياتها؟ ماذا أعطت؟ ماذا أنتجت؟ ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه من استفاد من تجارب الآخرين العنصر الثاني الدراسة كثير من أعمالنا الدينية في المساجد في الحسينيات حتى في حركتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عمل ارتجالي عفوي ننطلق انطلاقا انفعاليا لكن ضرر هذا الانطلاق الانفعالي أكثر من جدواه ومنفعته نحن نحتاج في سائر تحركاتنا حتى على مستوى العمل المسجدي العمل المأتمي الجمعية الخيرية المدرسة الأهلية نحتاج إلى الدراسة دراسة الظروف دراسة المراحل دراسة الأدوات أي عمل يفتقر إلى هذه البنود الثلاثة ما هي الظروف الحاصلة ما الذي تسمح به هذه الظروف كم تعطيني هذه الظروف من مساحة للعمل والعطاء ودراسة المراحل أيضا ما هي مراحل العمل التي أطويها لأنطلق من مرحلة إلى مرحلة مبدعة ومثمرة دراسة الأدوات الكادر الذي عندي الكفاءات الموجودة لدي الطاقة الموجودة لدي الميزانية المالية الموجودة لدي دراسة العمل بجميع بنوده هو الذي يجعل العمل منتجا ومثمرا للعمل الارتجالي العفوي العنصر الثالث من عناصر حسن الإدارة التنسيق لاحظوا مجتمعنا كثير من المساجد فيها عمل لكن لا يوجد تنسيق بين المساجد في العمل الجمعيات الخيرية لا يوجد تنسيق فيما بينها المشاريع الثقافية المدارس الأهلية لا يوجد تنسيق فيما بينها فقدان لغة التنسيق يعني تكرار العمل تكرار التجربة تكرار العمل يعني قلة العطاء عدم تطور المجتمع إذن نحتاج إلى لغة التنسيق بين هذه الحقول وهذه المشاريع العنصر الأخير المتابع والتطوير لا يمكن أن أشرع في عمل وأنساه نحن الآن ليس لدينا خطط خطة خمسية خطة عشرية خطة سنوية أبدا نبدأ العمل المسجدي نبدأ العمل المأتمي نبدأ العمل الثقافي ونطلقه دون خطة لأجل ذلك يفقد العمل أهميته وأثره بمرور الأيام نحن نحتاج في كل سنة لمتابعة العمل وتطويره وقراءة المستجدات وماذا يمكن أن نضيف إليه وماذا يمكن أن نعطيه من روح التطور روح النمو روح التجديد لذلك المتابعة والتطوير عن الرسول صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ليست المحاسبة فقط عن المحرمات وعن الواجبات بل حتى في مشاريعنا حتى في عملنا حتى في حركاتنا الثقافية وجمعياتنا الخيرية نحن مسؤولون ومحاسبون كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في مجال عمله وفي مجال حقله وفي مجال مشروعه حسن الإدارة مبدأ ضروري لتطوير المجتمع وانطلاقته الثقافية والدينية والحضارية والحمد لله رب العالمين